فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا السالفة عند قوله إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما ومن النهي من حكمه أن المخالفة في الهدي الظاهر المخالفة توجب مباينة ومفارقة تحقق ما أمر الله به من الموالاة بين جنده المفجحين وأعدائه الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الكلمات الطيبة يبين الشيخ رحمه الله ما يورثه التشبه من ارتباط بالمتشبه به فإن كان المتشبه به من أهل الخير فإن هذا يورث انقيادا إلى فعل الخير ومحبة للخير وكما قال الشاعر فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبهم بالصالحين فلاحوا وكذلك العكس تشبه بأهل الشر يقود إلى صفاتهم وأخلاقهم وعاداتهم السيئة لأن التشبه في الهدي الظاهر يدل على الميول إليهم في الهدي الباطن وفي القلوب فهذه كلمات طيبة تبين الحكمة أو العلة في النهي عن التشبه بالمغضوب عليهم والظالين والحث على التشبه بالمنعم عليهم أهل الصراط المستقيم ترجمة نانسي قنقر